آيات للحفظ وعدم النسيان ستتذكر أي شيء ولو كرأتهم مرة واحدة لن تنسى شيء بعد اليوم صحيحة ومجربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام يارب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يارب طريقة صحيحة مجربة للحفظ وزيادة الاستيعاب وخاصة للطلاب في المدارس والجامعات فالكثير من الطلاب يزاكر ويقرأ ويجتهد وعندما يذهب للامتحان يكون مرتبك أو أنه نسي ما قرأ أو ما اجتهد لأجله وهذه الظاهرة أحبتي في الله في وقتنا هذا ليست مقتصرة على الطلاب فقط وإنما أصبحت عند الكثير عند الناس من الرجال والنساء يصيبهم حالة من النسيان لبعض الأمور وهذه سببها ضغوطات الحياة ومتطلباتها وأغلبنا يعلم أحبتي في الله أن النسيان من عمل الشيطان لقوله تعالى في سورة يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بدع سنين صدق الله العظيم واليوم أحبتي في الله جئتكم بطريقة صحيحة مجربة للحفظ وعدم النسيان للزكاء وتقوية الزاكرة بإذن الله ولن تنسى أي شيء قرأته أو فعلته بإذن الله قبل البدء أحبتي في الله أتمنى فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما للقناة لنستمر معكم ونقدم لكم المزيد ولا تنسوا اللايك حتى ينتشر الفيديو وترك لنا تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكم أجر ذلك بإذن الله أرجو الانتباه والتركيز لتطبيق الفائدة أو الطريقة بطريقتها الصحيحة للاستفادة منها والعمل بها بطريقتها الصحيحة ونبدأ على بركة الله أحبتي في الله أولا نحضر كأس ماء صالح للشرب ونقرأ عليه هذه الصور والآيات على هذا الماء وعموما من يحب أن يحضر ورقة وقلما وأنا سأكتب لكم ما يطلع على الماء في صندوق الوصف أولا البسملة 41 مرة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 41 مرة وبعد كل مرة تنفث في الماء ثم بعد ذلك الصلاة على النبي مئة مرة ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي ثلاث مرات ثم بعدها تقرأ صورة الإخلاص ثلاث مرات ثم بعدها تقرأ صورة الفاتحة سبع مرات ثم تقرأ بعد ذلك الآية التالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم هتقرأ آية الآية ثلاث مرات إلا أن يشاء الله واسكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهديني ربي الأقرب من هذا رشد صدق الله العظيم هتقرأ هذه الآية الآية رقم 24 من سورة الكهف ثلاث مرات أحبتي في الله هذه الآيات تطلع على كأس من الماء والماء يكون صالح للشرب يشرب منها صاحب الحاجة ويفضل أن يكون شرب هذا الماء في الصباح وبالنسبة لوقت الكراءة بأي وقت وتكون على طهار ووضوء طبعا يعني قبل الكراءة إلا هيقرأ هيكون طهر وعلى وضوء ثم بعد ذلك يطلو ويقرأ على كأس الماء ونستمر بهذا العمل لمدة ثلاثة أيام في كل يوم نقرأ على كأس من الماء كما قلت لكم وسأكتبه لكم في الوصف ويشرب الطالب أو صاحب الحاجة هذا الماء في الصباح وسترى بإذن الله نتيجة رائعة وهذه الطريقة من كتاب الله وإنها صحيحة مجربة وسيكون من قام بهذه الطريقة سريع الحفظ والزاكرة بإذن الله سبحانه وتعالى وبكده الفايدة تكون خلصة أحبتي في الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمتم في خير